في أجواء روحية شبابية أقامت كنيسة روم الكاثوليك ألف حيص ولمدة ثلاثة أيام مخيمها السنوي بمشاركة 35 شابا وشابة من أبناء الرعية ثانويا وجامعي في بلدة حنينة في محافظة مادبة وقد عبر الإرشمندريت بولوس حداد راعي الكنيسة عن أهمية مثل هذه النشاطات في الرعاية لما لها من دور حيويا في تثبيت وتعلق الأطفال بكنيستهم مستقبلا وقد تضمن هذا المخيم المميز الذي أشرفت عليه رهبات القديسة حنة العديد من الفقرات الدينية والترفيهية والثقافية أطفت خبرة روحية عميقة للمشاركين